وزارة الدفاع الروسية اللي قالت ان القوات الروسية دمرت 20 طائرة مسايرة اوكرانية اطلقت على شبه جديرة القرم ليل السبت دون وقوع اصابات او اضرار واضافت الوزارة في برقية على تيليجرام انه لم تقع اصابات او اضرار نتيجة الهجوم واضحت الوزارة ان الدفاعات الجوية دمرت 14 طائرة بدون طيار اللي هي الدرون وتم اسقاط 6 طائرات اخرى بوسطة معدات الحرب الالكترونية طبعا شكل الحرب اتطور واختلف اللي احنا بنشوفه في الالعاب اللي بيلعبوها ولادنا على الكمبيوتر او على الاجهزة الجديدة بقت هي الحرب كلها ماشية كده كان البيت الابيض اكد ان الولايات المتحدة منفتحة على تدريب طيارين اوكرانيين ده من ناحية تانية يعني على مقاتلات من طراز F16 على الاراضي الامريكية لكن المسؤولين حضروا من ان العملية معقدة وهتاخد وقت ده في الولايات المتحدة المسؤولين الاوروبيين والرئيس الاوكراني الشهر الماضي اعلنوا انهم يتوقعون بدء التدريب في اغسطس لكن تم تأجيل هذا الجدول الزمني حيث يعمل المسؤولون على التوصل الى تفاصيل اللوجستية طبعا خاصة بالعملية التدريب والمعدات بما في ذلك عدد الطيارين يعني احنا من جانبنا بنتمنى ان ربنا يهدي الامور لان في الاخر العالم كله هو الخاسر ليست اوكرانيا ولا روسيا فقط كلنا كلنا بندفع تمنى الحرب دي الى هذه الساعة وما زلنا ندفعها وهندفعها ففي الاخر هو مشهد نتمنى وبندعي من ربنا ان هو ينتهي وما يطولش عشان الامور كده يعني بقى لنا اربع سنين من كورونا لتضخم للحرب الروسية الاوكرانية وسلاسل الانداد والتموين يعني كلنا متأثرين بيها ربنا يهدي الاحوال ده اللي احنا نقدر نقوله من جانبنا موسيقى